اهلا بكم في نشرة اقتصادية جديدة من تلفزيون اليوم السابع والنهاردة هنستعرض معاكم مجموعة من العنوين منها طبعا ارتفاع مؤشر المرسى وارتفاع الزهب بالاضافة الى مجموعة من الاخبار المهمة لعل ايضا من اهمها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر المتوقعة خلال العام الحالي لنحو 10 مليارات دولار خلينا ابدأ معاكم النهاردة اول خبر معنا النهاردة البرصة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبرصة بنسبة واحد وخمسة وستين من مية في المية بختام تعاملات جلسة الاثنين انهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والاجانب وسط تدولات ضعيفة وربحت رأس المال السوقي 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليون جنيه ارتفاع مؤشر اي جي اكسي 30 بنسبة واحد وخمسة وستين من مية في المية ليغلق عند مستوى 14.923 نقطة كما صعد مؤشر اي جي اكسي 50 بنسبة اتنين وستة وستين من مية في المية ليغلق عند مستوى 2579 نقطة فيما قفز مؤشر اي جي اكسي 30 محدد الاوزان بنسبة واحد واثنين وثمانين من مية في المية ليغلق عند مستوى 17.556 نقطة فيما زاد مؤشر اي جي اكسي 30 للعائد لكل بنسبة واحد وسبعة من عشرة في المية ليغلق عند مستوى 6149 نقطة وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 2689 نقطة في مصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3975 نقطة من خبر البورصة بنا انتقل معاكم للخبر التاني النهاردة معنا في النشرة خبر الذهب اصعار الذهب اليوم الاسنين تسجل الفين خمسة وتمانين جنيه وده طبعا لجرام الذهب عيار واحد وعشرين الاكثر تداولا ومبيعا في مصر طبعا مع استمرار صعود السعر العالمي للذهب والذهب كملاز آمن والجوء المشتريين لشراء الذهب ارتفع عيار الذهب عيار واحد وعشرين والاكثر مبيعا زي ما قلت لحضراتكم في مصر يسجل الفين خمسة وتمانين جنيه للجرام مع استمرار الطلب المستمرة على الذهب زي ما قلت لكم النهاردة عيار واحد وعشرين كمان بسجل النهاردة الفين تلتمية وسبعتاشر جنيه والجنيه الدهب بسجل ستاشر الف وستمائة جنيه ونصة الذهب بتسجل الف وتسعمية ستة وتسعين دولار وطبعا بتقترب من الفين دولار على المستوى العالمي وده للمرة الاولى منذ مارس عشرين اتنين وعشرين وزي ما حضرتكم طبعا متابعين التغيرات الاقتصادية العالمية وده وقعت رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى ما تشهدوا الولايات المتحدة الامريكية بما تعلق من انهيار بعض البنوك بالاضافة الى طبعا ما تعرض له بنك كريدي سويس من هذا الخبر بنا انتقل معاكم الى النهاردة خبر اخر يتعلق بالبنك المركزي والبورصة اللي بيعلنوا عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان اعلن البرك المركزي اليوم بقيادة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي مواعيد العمل الجديدة في رمضان والبنك المركزي اعلن مواعيد العمل هتتراوح من تسعة ونص لحتى الساعة الواحدة والنصف ده بالنسبة ليه البنك المركزي اما البورصة هتكون من الساعة عشرة بداية التداول لحد الساعة الواحدة والنصف اعلن البنك المركزي اليوم الاسنين مواعيد العمل البنوك في شهر رمضان المبارك ذلك لمدة أربع ساعات يوميا حيث من المقرر أن تمتد الساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحا إلى الوحيدة والنصف بعد الظهر وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك من المقرر أن تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر من هذا الخبر بنا ننتقل إلى خبر مهم والنهاردة في الحقيقة رئيس هيئة الاستثمار كان في غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طر التوفيق وأعلن رئيس هيئة الاستثمار عن مجموعة من الأخبار المهمة لعلم من أهمها أن مصر بتستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي خلال العام الحالي خصوصا أننا حققنا العام الماضي حوالي 9 مليار دولار أكد حسام هيبا رئيس التنفيذي للهيئة العام للإستثمار والمناطق الحرة عما تقييم الوضع الاقتصادي في مصر يرتبط بما حدث من تغيرات كبيرة بعد 2011 وما شاهدته من تغيرات في البلاد وبالتالي فإن آخر عشر سنوات مؤسرة في الاقتصاد الوطني بما في ذلك ما يشاهده العالم من تغيرات سواء كوفيد-19 بالإضافة إلى تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وطبعا تأثيرها على سلاسل الإمدال جاء ذلك خلال كلمتي في لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بمشاركة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في اليونان بحضور طبعا قيادات الغرفة الأمريكية في اليونان وبحضور سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية بالقاهرة وأحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية للغرفة والذي قدم اللقاء أضاف هيبة أن تدعيات كورونا والحرب الروسية بجانب رفع الفائدة الأمريكية وما شاهدته سلاسل الإمدال أثرة بشكل مباشر على التدفقات النقدية للبلاد مشيرا إلى أهمية ما تم اتخذهم من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 2016 وتحرير سعر الصرف وهو ما كان له أثر في تحمل تلك التدعيات من خلال خطة استراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030 هذا وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار ولما نتقر أن مصر تركز على ستة عماصر أهمية لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وفيها العديد من الفرص الاستثمارية على رأسها الإستثمار في أطلاق الخضراء طاقة الشمس أو طاقة الرياح وتصنيع الهايدروجين الأخضر ولا سيما بعد استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ مشيرا إلى اهتمام شركات كثيرة بالإستثمار في هذا المجال وهناك بالفعل تسعة اتفاقيات تم توقعها السيارات والصناعة التكنولوجيا المعلومات والاستيامة بشراكة القطاع الخاص والإضافة إلى صناعة الأدوية حيث سيتم قبل نهاية العام المالي أعلان الحكوم عن استراتيجية جديدة لصناعة الأدوية علاوة على الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني والتوسع في المحاصيل لتوفير الغذاء فسطر أن مصر تستورت كمية كبيرة من الكاري وأشار حسام هيبة أن المجال متاح للاستثمار في القطاعات الصحة والتعليم واللوجستيات وتسعى بالفعل جذب الاستثمارات لتلك القطاعات والتغلب على التحديات مثل الروتين وغيرها كشفا أنه يواصل العمل بصورة مستمرة من أجل تحقيق الهدف ومن أجل الارتقاء بالاستثمار ومن أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد ركيزة أساسية في مصر خلال الفترة المقبلة كما كشف حسام هيبة أن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي بعدما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي لفتن إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام المالي ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي هذا وأضاف هيبة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات والتي سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضحاء أن مصر لديها سعر صرف مر وذلك لأول مرة ولو على أن هناك سلاسة في دخول الاستثمارات وخروجها بسهولة وهذا أمر مهم للغاية للمستثمرين من جانبه أشهد أحمد أبو علي رئيس اللجنة القانونية بالغرفة الأمريكية بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية دي كانت أبرز الأخبار الاقتصادية اللي موجودة معنا النهاردة في النشرة الاقتصادية واللي طبعا تطرقنا في أولها إلى الارتفاع فيما يتعلق بمؤشر البورصة بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الزهب علاوة على إعلان رئيس هيط الاستثمار عن توقعات الاستثمارات الجديدة اللي هتكون إن شاء الله في حدود عشرة مليارات دولار وده طبعا كان خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كان معكم عبد الحليم سالم ونلتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة